نرحب الآن عبر سكايب معنا من نيويورك ندين ساندرز الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ندين أهلا بك معنا في هذه التغطية من قناة الغد المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الرئيس بايدن وهنا أنا أقتبس منها قالت إن الرئيس بايدن أبلغ نتنياهو هاتفيا أنه يتوقع تراجعا كبيرا في التصعيد على مسار يؤدي إلى وقف إطلاق النار هذا الاتصال كان أمس الأربعاء هل هذا هو الضغط الذي كان يتم التحدث عنه من قبل أمريكا طوال هذا العدوان الإسرائيلي أن تتوقع أمريكا تصعيدا تراجعا في التصعيد العسكري هل هذا كاف تحياتي لك والمشاهدين بايدن توقع خفض التصعيد حسب ما قاله وحسب ما صرحت عنه أيضا جينساكي هو فعلا يتوقع كان خفض التصعيد لأنه مارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل والقيادات في الوزارة الخارجية مسؤولين جيك سوريبن وغيرهم وبلينكن جميعا يمارسون ضغوطا على إسرائيل لخفض التصعيد ولكن يبدو أن هذا ليس قريبا أو ربما قد يكون في غضون الأيام يعني الراشين إلى 48 ساعة قادمة ولكن ليس بالسرعة التي يريدها بايدن الضغوط كبيرة والاتصالات كثيفة والجهود مكسفة ولكن لم تجد حتى الآن نفعا كما يجب القصف ما زال جاريا وإن كان ربما بوتيرة أخف في بعض الأحيان وربما بوتيرة أكبر في مناطق أخرى ولكن هناك هذا السبب أنه لم يمارس الضغط الأقصى بعد بسبب ضغط الجمهوريين وشريحة كبيرة من الرأي العام الأمريكي الجمهوريين يرون أنه يجب على الإدارة الأمريكية سيدة ساندرس قبل أن نتحدث عن الضغط الذي يمارس على الرئيس الأمريكي جو بايدن دعينا أعود بك في الحديث على الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعني أنت تقولين بأن ضغط الإدارة الأمريكية ما يزال جاريا لكن ما مظاهر هذا الضغط؟ ما وسائل وأدوات هذا الضغط الأمريكي؟ ما هو؟ عفوا ما هي وسائل هذا الضغط الأمريكي الذي نسمع عنه؟ ولا نرى له أي نتائج لغاية الآن؟ على ما يبدو الضغط الأمريكي يعني هم لا يفصحون عن كثير من التفاصيل كيف هي مجريات الحاديث وكيف يمارس الضغط ولكن من الواضح أن حدة الضغط لم تمارس بعد حيث أن بايدن قال أنه قد يفقد صبره قريبا وأنه لن يستطيع مواجهة العالم بأسره لفترة أطول من ذلك الضغط الذي يمكن يمارسه بايدن على إسرائيل يعني بشكل دعنا نقول تفسيري هو أن يقطع الدعم المالي والعسكري عن إسرائيل وهذه هي آخر الأوراق التي يملكها لكي تنصع إسرائيل لرغبات الإزارة الأمريكية في وقف التصعيد ووقف القصف نعم لكن عندما يقول بايدن لنتنياهو أنه يتوقع تراجعا كبيرا في التصعيد على مسار يؤدي إلى وقف ليطلاق النار هنا أسألك سيدة ساندرس لماذا تبدو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية صارمة مع الجميع إلا إسرائيل إسرائيل الحليف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية وتصعيد الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذا آخر ما يريد أن يراه المجتمع الأمريكي لذلك تمارس الولايات المتحدة حتى الآن صبرا لكن هناك الألاف خرجوا بالفعل في مظاهرات احتجاجية توجهت انتقادات شديدة لبايدن وتطالبه باتخاذ إجراءات ومواقف أكثر صرامة مع إسرائيل نعم هنا نتحدث عن الضغط الذي يمارس على الرئيس بايدن وعلى الإدارة الأمريكية هناك هذا الموضوع هناك انشقاق فيه في المجتمع الأمريكي والإدارة الأمريكية حول كيفية معالجة هذا الموضوع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في حيث يرى التقدميون من الديمقراطيين أنه يجب انصاف الفلسطينيين ويجب الضغط على إسرائيل كي تعطي الفلسطينيين حقوقهم بالمساواة مع الإسرائيليين المقيمين في المناطق الخادعة لسيطرة إسرائيل وخارجها أيضا قطاع غزة يعاني بكثير من الفقر والنقص والضعف المادي والاقتصادي والإنساني أيضا هذا الضغط يرى فيه التقدميون أنه يجب أن يمارس ولكن ما زال هناك شريحة ترى أن إسرائيل يجب أن تحظى بالدعم لأنها هي الحليف للولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه المظاهرات التي خرجت وأصوات النواب في الكونغرس الأربعة الذين نعرفهم ومن بينهم أوكاسيو يعني هذه المشروع اليوم الذي قدمه في الكونغرس في حركة يعني مشروع يناشد بأن تكون هناك عنوانه حركة أو الأحرى عنوانه حياة فلسطينيين مهمة كما أن حياة الإسرائيليين مهمة هذا المشروع برئاسة يعني بزعامة بيرني ساندرز يعطي انطباعا جديدا عن أن هناك تحركا أمريكيا مختلفا عن ما كان سابقا الغاية في الإداءة الأمريكية ترى الغاية من كل ما يحدث هو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تماما عن طريق حل الدولتين ولكن في نفس الوقت يرون أن ما يحدث يبعد تماما عن حل الدولتين الحاجة المرحة الآن هي إلى إيقاف القصف وبيضا يضغط بشدة لكي يحصل هذا التوقف عن القصف ووقف إطلاق النار ولكن قد ينفذ صبعه إنما المعلومات التي تريدنا يبدو أنه سيكون هناك وقف إطلاق النار ولكن ستكون ليلة قاسية أو سيكون تكفي سيدة ساندرس وسائل إعلام إسرائيلية وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق من هذه الليلة بأن إسرائيل سوف تشن الغارة الأعنف على قطاع غزة هذه الليلة وهذا يتنافى مع ما تطالب بها الإدارة الأمريكية بخفض التصعيد أو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة برأيك إذا ما تم تنفيذ هذه الغارة بالفعل سواء هذه الليلة أو في الساعات القادمة كيف سوف تستقبل واشنطن هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية؟ طبعا واشنطن مستاء من تجاهل إسرائيل لرغبات البيت الأبيض ولرغبات الإدارة الأمريكية ولكن الوقت هو يعني إذا تم وقف إطلاق النار في غضون 24 ساعة وإن كان هناك تكثيف للقصف وإنما هذا قد يكون برغا على أنه قد تم تنفيذ رغبات الولايات المتحدة ولكن يبدو أن إسرائيل تريد أن تغتنم الوقت قدر الإمكان قبل أن تنفذ هذا الطلب في ضرب أهدافها التي تريد منها أن تدمر أنفاق التي تتحدث عنها التي تمتلكها حماس لهذه الغاية تريد تكثيف القصف وتتجاهل رغبات الإدارة الأمريكية اشتركوا في القناة